اشتركوا في القناة خمسة ملايين وسبعمائة وخمسة الاف ومائة وواحد وثمانون دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 362 صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 24 شركة ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 7 شركات أخرى واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وجاء في المركز الثاني بنكو إنبيست كورب سجل اقتصاد دبي أسرع معدل نمو له منذ أربع سنوات حيث ارتفع مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي من 57 فارزة 6 نقطة في مارس الماضي إلى 57 فارزة 9 نقطة في أبريل الماضي وذلك وفقا لمؤشر بنك دبي الوطني الذي يتتبع حركة الاقتصاد في دبي وتصدرت قيادة معدلات النمو ثلاثة قطاعات رئيسة بدبي وهي التجارة والسياحة والسفر والإنشاءات وبحسب بيانات المؤشر فقد سجل النشاط التجاري الإجمالي لدبي في شهر أبريل الماضي أقوى معدلاته المسجلة منذ عام 2010 فقدت ودائع القطاع العام القطري بالعملة الأجنبية أكثر من 29 مليار ريال قطري ما يعادل 8 مليارات دولار أمريكي في مارس الماضي مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018 وذلك نتيجة الحاجة المتزايدة للعملة الأجنبية في البلاد وبسبب المقاطعة العربية للدوحة تراجعت إرادات البلاد من النقد الأجنبي بسبب تباطئ نمو الاستثمارات الأجنبية من جهة وتخرج ودائع بالنقد الأجنبي من جانب العملاء من جهة أخرى وذلك بحسب تقارير رسمية قالت وكالة موديز للتصنيف الاعتماني إن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر تحت مظلة صندوق النقد الدولي دفعت اقتصاد البلاد نحو أعلى مسار للنمو مع تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات وتوقعت الوكالة التي تصنف مصر عند بي تو بنظرة مستقبلية مستقرة في تقرير حديث صادر لها أن تحقق البلاد معدل نمو عند 5.5% خلال عام 2019 بدعم من نمو الكطاع الخاص ليصل إلى 6% بحلول عام 2021 ارتفع العجز التجاري الأمريكي مع الصين إلى 50 مليار دولار في مارس الماضي بينما انخفض عجز تجارة السلع الأمريكية مع الصين وأحد محاوره شعر أمريكا أولا لإدارة ترامب إلى أدنى مستوى في خمسة أعوام في ظل ارتفاع صادرات مثل فول الصورية في ظل ارتفاع صادرات فول الصورية وغيرها وقالت وزارة التجارة إن عجز تجارة السلع مع الصين وهو من القضايا ذات البعد السياسي الحساس انخفض بنسبة 16% إلى أكثر من 20 مليار دولار ليسجل أدنى مستوى له منذ مارس 2014